السلام عليكم على إثر تقديمه لدفعة من المساعدة الإنسانية لصالح مسلمي الروهينغا بادر المغرب باقتراح خطة لإيقاف الانتهاكات الجسيمة في حق الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم بشهادة منظمة الأمم المتحدة لقي المقترح المغربي الذي تقدم به مجلس المستشارين لدى الاتحاد البرلماني الدولي تجاوبا وترحيبا من قبل عدد من الدول فما طبيعة هذا المقترح المغربي؟ هل سيتجاوز المقترح نطاق البرلمان الدولي؟ هل يعكس هذا التحرك الدبلوماسي تحولا في تعاطي البرلمان مع الملفات الدولية؟ ما مستوى الأداء الدبلوماسي للبرلمان المغربي؟ وما هي أولويات العمل الدبلوماسي للبرلمانيين؟ أسئلة أطرحها على ضيف هذه الحلقة الجديدة من فقرة دون تردد يسعدني أن أستضيف عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين مرحبا بك في فقرة دون تردد تقدمتم في المجلس قبل أيام بمقترح يقضي بحل أو يهدف إلى حل المأساة الإنسانية بميانمار وبالضبط أقلية الروهينغا وهذا يدعونا إلى التساؤل عن مضامين هذا المقترح ما طبيعته ما مضامينه سيد عبد الحكيم بن شماش طيب شكرا على الاستضافة هذا مقترح تقدمت به الشعب البرلماني المغربية المؤتمر 173 للجمعية البرلمانية الاتحاد البرلماني الدولي وهو يتعلق بدعوة الاتحاد البرلماني الدولي الذي فيه كافة برلمانات العالم ممثلة إلى مواصلة الجهود من أجل وقف هذه المأساة هذه الجريمة التي تتوفر فيها كافة مقومات الجريمة ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون الدولي ومن وجهة نظر القانون الإنساني على اعتبار أن الجريمة أو الأزمة الإنسانية التي تعرضت لها الأقلية المسلمة في مياننمار رافقها اضطهاد واسع النطاق وهجمات التي اتخذت طابع الإبادة ومأساة بكل المقاييس وهي مأساة تسائل الضمير الإنساني العالمي لذلك البرلمان المغربي قدم هذا المقترح وقد حظي بتأييد واسع النطاق على اعتبار أنه حظي بتأييد بالضبط 1027 من البرلمانيين من كل جنسيات العالم أي تقريبا 85% من الأصوات البرلمانيين الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي وإذا كان يمكن أن نلخص المضمون دل هذه المبادرة فهو دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى الضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات واسعة النطاق وقف التهجير القصري وقف الاضطهاد والإبادة التي تعرضت لها أقلية روهينها الأقلية المسلمة في مياننمار وعلى اعتبار أنه المصاري التي تهدد هذه الأزمة الإنسانية أو هذه الجريمة أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين وتسائل ضمر الإنسان العالمي سيد عبد الحكيم من شماش أعتقد أن أهم ما هل يمكن انتظار شيء معين من خلال هذا التحرك الدبلوماسي لحل أزمة الروهينغا بعد أن فشل المنتظم الدولي برمته بكافة مؤسساته بمجلس الأمن الأمم المتحدة الدول العظمى هل يمكن انتظار شيء من هذا التحرك الدبلوماسي بالتأكيد هذه المبادرة التي تقدم بها البرلمان المغربي والتي تمنىها الاتحاد البرلمان الدولي سيكون لها ما بعدها على اعتبار أنه فهذا القرار الذي أعتمد في مؤتمر سان بيتلسبورغ والذي أختتم البارحة سيعرض على جدوى الأعمال منظمة الأمم المتحدة سيعرض على جدوى الأعمال مجلس حقوق الإنسان بجونيف وسيعرض على جدوى الأعمال كافة المنظمات الدولية والقارية المعنية وبالتالي فأعتقد بأن درجة تعبئات المجتمع الدولي والبرلمانات التي تمثل الشعوب على المستوى العالمي والتي هي ممتلة بشكل مكثف في هذه المنظمة منظمة الاتحاد البرلمان الدولي هي معبئة الآن بشكل أقوى من أجل تقديم الإسهام لأنه العالم اليوم هذا يكلمسوه بشكل واضح في مداخلات كافة برلمانات العالم لم يعد من المسموح التعايش والتطبيع مع هذه الفضاعات فهذه الفضاعة التي تعرضتها الأقلية المسلمة في ميالنمار لا تعادلها إلا الجرائم والانتهاكات واسعة النطاق التي تعرضها ويتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عقود الممتدة من زمن فينبغي التذكير كذلك بأن البرلمان المغربي عندما قرر أن يتقدم بهذا المقترح أخذ في الحزبان أن المملكة المغربية بقيادة جلالات الملك خدت مبادرات ذات طابع الإنساني وإن بغي التذكير بأنه قبل بضعة أيام أو أسابيع قليلة كان جلالة الملك قد بعت بمساعدات إنسانية لحكومة بنغلاديش من أجل توفير ولو حد معقول من الشروط التي تضمن استقبال موجات النازحين والمهجرين قصراً وفيهم طبعاً كما تابعنا في مختلف قنوات الإعلام الدولي يعني أطفال ونساء يتعرضن لانتهاكات تعجيز كل قواميس الدنيا عن وصف فضاعتها نعم هي غير مسبوقة في التاريخ أو في الزمن الراهن هذا عن هذا الملف الروهينغا ذي الطبيعة الدولية البرلمان بغرفتي سواء المجلس النواب أو مجلس المستشارين مطالب أيضاً بالتعريف بمجموعة من الملفات الوطنية ذات الأولوية ولعل على رأسها ملف الصحراء هل المغرب اليوم سيد عبد الحكيم بن شماش يملك ديبلوماسية مقنعة وقادرة على التأثير بشكل إيجابي في ملف الصحراء تحديداً أستطيع أن أجزم انطلاقاً من تجربتي المتواضعة على مدى السنتين المنصرمتين على الأقل التي تحملت فيها مسؤولية رئاسة مجلس المستشارين أستطيع أن أجزم بأن المبادرة التي قدمت بها المملكة المغربية والمتعلقة بالحكم الداتي صارت الآن تكسب على نطاق عالمي واسع المزيد من التأييد في كل المهام الدبلوماسية التي قمنا بها خارج أرض الوطن وفي كل الحالات التي استقبلنا فيها وفود من مختلف مناطق العالم كان نمسوه بأن العالم ينظر بالكثير من تقدير للديناميات الإصلاحية التي انخرط فيها وينخرط فيها المغرب ويقود الكثير منها جنالية الملك شخصياً وفيما يرتبط بقضية وحدتنا الترابية أعتقد مشي أعتقد ولكن أجزم بأنها تكتسب يوماً بعد يوم المزيد من التأييد على نطاق عالمي أعطيك على سبيل المثال منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة أمريكا الوسطى التي كانت خلال السنوات السابقة نقطة ضعف قوية بالنسبة لديبلوماسيتنا البرلمانية وإلى حد ما بالنسبة للديبلوماسية الرسمية الآن عندنا حضور قوي على مستوى منطقة أمريكا الوسطى وكما تعرفون المجلس المجتشارين البرلمان المغربي بالمجلسية وقع قبل سنتين على اتفاقية الانضمام لمنظمة برلمانات دول أمريكا الوسطى والمنطقة الكارابي ونحن عضو مراحد في هذه المنظمة وسبق لنا استدفنا لأول مرة في التاريخ المكتب التنفيذي لرؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكارابي هنا في الربا تخذناهم من العيون وأصدروا من هناك الإعلان الشهير إعلان العيون وفيها إشادة بمبادرة المغربية وفيها دعم قوي للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الداتي أعطيت لك ميتارغيل على مستوى منطقة أمريكا ومنطقة الكارابي وبعد أيام قليلة سنستضيف هذه المؤتمر هذه المنظمة القارية الوازنة إذن كيمكن لي نقول لك بدون خوف من المبالاة بأننا ماضونة في الاتجاه صحيح فقط ينبغي على دبلوماسيتنا البرلمانية أن تمتلك أدوات الترافع هذا كان سؤالي المقبل لأنه أنا أنطلق من تصريح سابق لكم قبل حوالي أربع سنوات كنتم حينها مستشارا داخل مجلس المستشارين تحددتم فيها عن أعطاب الدبلوماسية البرلمانية وقلتم حينها بأن هذه الدبلوماسية تعيش حالة من البؤس بل ذهبتم بعيدا عندما اعتبرتم نفسكم شاهدا على ما يندله الجبين بملتقايات الخارج هل تغير الوضع اليوم لا يا سيدي لم أستعمل هذا التعبير القاسي قلت بأن هناك أعطاب يشكو منها الأداء الدبلوماسي صحيح وقد عاينت ذلك وشاهدت بأمي عيني في المناسبات التي أتيحت لفرصة حضور مؤتمرات إقليمية أو دولية أو المشاركة في مهام دبلوماسية ولكن أستطيع أن أجزم بأن دبلوماسيتنا الرسمية الوطنية يعني أداؤها تحسن وتوتت بشكل أفضل وصار هناك الآن جيل جديد من الدبلوماسيين المغاربة في مختلف مواقع يتقنون استعمال لغة عصرية ويتحدثون من مرجعية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية أسجل بكل اعتزاز أن البرلمانيين المغاربة الذين يشاركون بكفاءة بالرغم من كل ما يقال يحققون خطوات لافطة على طريق دعم التوجه الرسمي لبلادنا والدليل على ذلك هذه المساحات الواسعة من تأييد التي نكسبها يوما بعد يوم سواء على مستوى منطقة أمريكا اللاتيني أو منطقة أمريكا المسطى أو كذلك على مستوى أفريقيا فلينبغي أن المغرب يعود بقوة لكي يواصل أو لكي يستأنف حضوره الدبلوماسي على مستوى القارض الأفريقية والآن البرلمان المغربي في أتم الجاهزية ومعبأ من أجل دعم التوجه الذي يقوده جناية الملك هل يستحضر البرلمان المغربي هذه الأولوية في السنين الأخيرة سيد عبد الحكيم بن شماش لو سمح سلي نعم بالضبط في السنين الأخيرة كان المغرب أو الدولة بشكل رسمي بشكل استراتيجي وسيادي اختارت أن تنفتح بشكل أكبر وأوسع على القارة الأفريقية هل البرلمان يستحضر هذا الأمر ويدرك أنه عليه بدل المزيد من الجهود لمواكبة هذا التوجه الاستراتيجي للدولة الحضور الدبلوماسي على مستوى القارة الأفريقية لا يستحضره البرلمان المغربي فقط ولكنه يضعه في قائمة أولوياته هناك تنسيق قوي بين مجلس المشتشارين ومجلس النواب من أجل مواكبة هذه الدينامية المتصاعدة للدبلوماسية المغربية وللحضور الميداني القوي خاصة نذكره بأن الجوالات التي قام بها جلالات الملك المكوكية والزيارات الميدانية للكثير من الدول الأفريقية بمن في ذلك مناطق كانت تناصب العداء للمصالح العليا لبلدنا صار الآن المغرب حاضر بقوة والبرلمان المغربي معبأ ولو أتيحت لك فرصة تقييم الرصيد الذي بدله البرلمان المغربي بمجلسه على مستوى إحداث وتفعيل مجموعات الصداقة والتعاون في عدد من البلدان أفريقيا وعلى مستوى كذلك يعني كل المحافل برلمان عموم أفريقيا نعم يمكن أن أجزم بأن البرلمان المغربي يواكب بدرجة عالية من الكفاءة ومن الجدية هذا الحضور الدبلوماسي شكرا لك سيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين كما أشكركم مشاهدين الأفاضل على وفائكم وحسن تتبعكم ألتقي بكم في الحلقة المقبلة بحول الله إلى ذلكم الحين أسعد الله أوقاتكم بكل خير اشتركوا في القناة